الاتحاد يحقق الفوز السابع على التوالي يتصدر ويحافظ على الأفضلية الدفاعية ويبقى هو الأقواه جوميا بدون منازع الاتحاد كان ينقصه خرزة في عقد الحائلي وجدها أنمار ولعبها صح وقلنا في حلقة سابقة أن الاتحاد يحتاج حمد الله بثوب جديد يختلف عن ثوبه المتهرأ بأيامه الأخيرة مع النصر حمد الله هو القطع الناقصة في الاتحاد وهذا ما أثبته في ظهوره الأول عبد الرزاق أمام تحدي حقيقي لإثبات ذاته وخاصة أنه اختار فريق يمتلك أكثر من صانع لعب مهاري رومارينهو كورنادو وتطور مستوى أنريكي رغم غياب أربع لاعبين مهمين وعلى رأسهم حجازي وكورنادو لكن العميد متماسك ويلعب من حضر ولهذا فإن ديناميكية المجموعة أهم قيمة للاتحاد هذا الموسم التماسك والدوافع وتأثير القوى النفسية في أوج مستواها هنريكي يقهر منتقديه ويلجمهم مرة أخرى ويقدم الأسست الخامس بنسبة دقة تمرير تجاوزة 89% وهذا يحسب لكونترا الذي فجر طاقات هنريكي وعاد صياغته من خلال توظيفه وأعطاء الحرية في ربط خطوط اللعب بحيث أن المرونة في التحركات أعطت له القدر على أظهار إمكانياته عكس ما كان مع كارلي الذي كان يقيد اللاعب تكتيكيا وهم ميزة له هو اللعب للأمام للمساندة الهجومية حيث ساهم في 6 أهداف سجل هدف وصنع 5 أهداف بـ 632 دقيقة لعبها وصنع 14 فرصة إضافة إلى دعمه الفعال الأحمدي في موضوع افتكاك الكرة بوسط الملعب بنسبة نجاح فاقة الـ 75% أما أكثر ميزة تسم فيها الاتحاد إلى الآن هي أنه أكثر فريق من ضبط تكتيكيا بالدوري بحيث كل لعب يعرف مهام ووجبات وأدوار مركز اللعب زاد أن الإبداع والابتكار للعب للنجوم يخدم المنظومة الجماعية للفريق وهذا من أهم عوامل شخصية الاتحاد الحديدية هذا الموسم ربما ما يزال الوقت مبكر على القول أن الاتحاد سيكون بطل هذا الموسم لكن بالتأكيد سيكون أحد أركان مثلث البطولة والمنافس الشرس والقوي على اللقاء